تاني، وهخص بالذكر، طيب الزكر دائماً وأبداً على مدار مشواره مع منتخب مصر الأول والآن مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات ده رأيي من زمان، الناس تروح يمين، تروح يسار، أنا دايماً أقول إنه اللاعب ده من اللعيبة التاريخيين لمنتخب مصر بحكم الرجولة والإخلاص وثبات المستوى أنا أتحدث عن محمد النيني، بص يا سيدي، أنا فاهم إنه بطبيعة الحال كل الناس اللي بتحب الكورة بتحب الترقيصة بتحب الشوطة والجول في الشبكة، بتحب الهد الحلو في الشبكة لكن النوعية بتاعت محمد النيني مش كتير يحبوا يتفرجوا عليه، مشجع عادي يعني مش لعيب له شعبية في العالم، ده قادروا وقدر كل لعيب الوسط في العالم بالمناسبة يعني المدفعين التحديد، ما بياخدوش اللقطة بس عند المدربين؟ لا، ده أهم لعب عنده في الفرق ده محور الأداء، ده رمان تلميزان محمد النيني النهاردة، مش النهاردة بس، والمباراة الماضية كان أفضل لعبي منتخم مصر على مستوى الحركية، مجهود بدني، أداء دفاعي رائع، أداء هجومي رائع في كل مكان في الملعب أي لاعب مع الكورة أقرب واحد ليه محمد النيني؟ لتعامل بمنطق إنه أنا محمد النيني اللي عنده 32 سنة وجاي ألعب مع شوية شباب فتعال على الكورة، ولا تعامل بمنطق ده أنا منتخم مصر الأول ما خدنيش فأنا لا يعني أنا روح ألعب مع المنتخم الأولمبي ولا تعامل بمنطق إنه واحد من أهم المحترفين اللي جون في تاريخ مصر فأنا إيه اللي يخلينا روح أصلاً؟ ولا تعامل بمنطق إنه أنا دلوقتي سيبت أرسل وما ليش نادي فأنا عايز أخد أجازة عشان أبدأ أشوف العروض اللي عندي ولا تعامل بكل هذه الأمور بلاش محمد النيني على مدار كل السنوات الماضية أكتر لعيب ينتقد، أكتر لعيب يهاجم مدرم لمنتخم مصر ناجح، مدرم مش ناجح لعيبة جيدة جنبه، لعيبة مش جيدة هو دايماً يشايل الليلة عمرك سبت سمعت محمد النيني حتى بيلمح إنه متدايق، إنه زعلان إنه ما يصحش اللي بيتعمل معايا ده إن أنا مش جاي يلعب مع منتخم مصر إن أنا مثلاً المدربين اللي بياخدنيش دول ما بيفهموش حاجة ولا المدرب اللي بيلاعمني دوت مش عارف يوظفني صح ولا 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 محمد النيني لو ما كانش محمد صلاح في جيله كنا هنقول ده أعظم لعيب جيله ليه؟ سنوات طويلة في الدولة الإنجليزة، سنوات طويلة مع أرسن صداق، سنوات طويلة في رحلة احتراف أوروبية دائماً وأبداً المدربين بيعتمدوا عليه، أخي الموسمين ما كانتش مشاركاته دائماً، بس ده عادي جداً عادي جداً ورغم كده، رغم إنه سنتين المشاركات مش مستمرة بسبب إصابات وغيابات ولعيبة بتلعب مكانه وبتتقلق بس دائماً كل المدربين كانوا يقولك إيه؟ محمد النيني، أنا عايز محمد النيني آآ أرسن فينجر واحد من أعظم المدربين في التاريخ، أرتدتة واحد من أعظم المدربين في العالم حالياً وكثير من المدربين محمد النيني لعب مهم عايز تحلل محمد النيني صح؟ ما تاخدش اللمسة والغمزة والكلام اللذيذ ده تفرج على المباراة وركز مع محمد النيني وهديك مثال النهاردة في خط الدفاع سنائية حسام عبد المييد وعمل الفايد قدامهم على طول هتلاقي محمد النيني التلاتة اللي قدام زيزو وابراهيم عادل وقسامة فيصل هتلاقي اللي وراهم على طول محمد النيني بلاش أحمد عيد داخل علي واحد هيرقصه هتلاقي قرب واحد ليه محمد النيني ناحية الشمال كريم الدبيس واحد داخل عليه بكسافة عددية واحد أو اتنين وهيشتغلوا على الجابهة داية هتلاقي قرب واحد ليه محمد النيني دي نقطة قوة محمد النيني اللي أصلا خلته موجود في أرسنل كل هذه السنوات اللي أصلا خلت أرسنفيدر يختاره يلعب في أرسنل اللي هي مجهود وافير جدا وزاكي في تحركاته وزاكي كحل لكل زملائه انت مزنوق أنا جنبك بصيلي انت مزنوق طب أنا جنبك بصيلي اللاعب دا عملة ندرة جدا عشان كده أي مدرب يعتمد على محمد النيني اللي فاهم كورة كويس واللي عارف كورة كويس هيعتمد على محمد النيني